أهلاً وسهلاً بطلبة السنواء العامة في الدرس الأول من دروس مادة الأحياء معكم أحمد شريف ودي قناة المختصرة المفيد هقدم لكم مادة الأحياء بأبسط طريقة ممكنة أول درس معنا في مادة الأحياء هو الدعامة في النبات الدعامة في النبات بتنقسم إلى نوعي دعامة فسيولوجية ودعامة تركيبية الدعامة الفسيولوجية هي الدعامة بتحصل في الخلية بتتناول الخلية نفسها بحيث أن الوية بتدخل إلى الفجوة العسرية الموجودة في الخلية نفسها بالخاصية الاسموزية فبيزيد حجم العصير الخلوي داخل الفجوة العسرية الموجودة في الخلية وبيضغط على البرتوبلازم وبيتفعل الخارج نحو الجدار بعد كده بيتمدد الجدار لزيادة الضغط الواقع عليه فبتنتفش للخلية وتصبح زاد جدار متوتر وبالتالي بتكتسب دعامة فسيولوجية في الأول كده يعني هي الخاصية الاسموزية؟ الخاصية الاسموزية هي عبارة عن مرور الماء خلال الأقشية شبه المنفذة اللي هي الأقشية البلازمية من وسط زو تركيز مرتفع لجزيئات الماء إلى وسط زو تركيز جزيئات الماء مرتفع لجزيئات الماء مرتفع لجزيئات الماء وبالتالي الخلية اللي بتفقد الماء بتفقد الدعامة عند جفاف الطربة لزوال انتفاق خلاياها نتيجة فقدها للماء فتزول الدعامة الفسيولوجية لذلك تعتبر الدعامة الفسيولوجية هي دعامة مؤقتة وده لأنها بتعتمد على امتلاع الفجوة العسرية للخلية النباتية بالماء وعند فقد هذا الماء تضعف أو تزول هذه الدعامة عندنا النسيج البرانشيمي بيتكون من خلايا حية تحتوي كل منها على فجوة عسرية واحدة كبيرة أو أكثر وجدار رقيق مصدقب بيتكون من مادة السيرولوز المنفذة للماء لذلك النسيج البرانشيمي بيكسب النباتات الدعامة الفسيولوجية مؤقتة ومن العمليات الحيوية التي تتأثر بها الدعامة الفسيولوجية هي عملية الامتصاص وعملية البناء الضوي وعملية النتح كلما زاد معدل البناء الضوي زادت عملية امتصاص الماء والأملاح من الطربة وبالتالي زادت كمية الماء المفقودة من النبات عن طريق عملية النتح فيقوم النبات بتعويد الماء المفقود عن طريق امتصاص الماء من الطربة مما يزيد من الدعامة الفسيولوجية وبالتالي نستنتج أن العلاقة ما بين الدعامة الفسيولوجية وعملية الامتصاص هي علاقة ترضية لأن النبات لما بيمتص الماء بيكتسب دعامة فيسيولوجية والعلاقة ما بين الدعامة فيسيولوجية وعملية البناء الضوي هي علاقة ترضية لأن السكريات النتيجة من عملية البناء الضوي بتؤدي إلى زيادة تركيز العصير الخلوي في الفجوات العصرية مما يؤدي الانتقال الماء إليها بالخصية الاسموزية فيزيد من الدعامة الفيسولوجية للخلايا والعلاقة ما بين الدعامة الفيسولوجية وعملية النتح هي علاقة عكسية لأن النبات بيفقد الماء في عملية النتح وبالتالي بيفقد الدعامة الفيسولوجية وبكده نبقى خلصنا الدعامة الفيسولوجية في النبات واستنوا شرح الدعامة التركبية في النبات او عجبكم الفيديو وتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان الفيديوهات اللي بعد كده قلنا ان النبات بيحصل على نوعين من الدعامة الدعامة الاولى هي الدعامة الفيسولوجية واتكلمنا عنها والدعامة التانية هي الدعامة التركبية واللي عن نتكلم عنها دلوقتي الدعامة التركبية هي دعامة بتتناول جدر الخلايا أو أجزاء منها فبتترصب بعض المواد الصلبة القوية على جدر خلايا النبات أو في أجزاء منها المواد دي بتترصب علشان تزود قدرة خلايا النبات الخارجية في الحفاظ على أنسجة النبات الداخلية وبتمنع فاقد الماء من خلالها وبتكسب الخلايا الصلابة والقوة ومن الأمثل على الدعامة التركبية بنلاحظ زيادة سنك جدر خلايا البشرة وخاصة خلايا البشرة الخارجية والمثال الثاني بنلاحظ ترصيب النبات لمادة الكيوتين وده مادة غير ممفزة للماء على جدر خلايا البشرة في الدعامة الفيسولوجية شرحناها وقلنا أن هي بتحصل في النسيج البرانشيمي وده نسيج بتحتوي خلايا على فجوة عصرية كبيرة أو أكتر ولكن الدعامة التركبية بتحصل في النسيج الكلانشيمي والنسيج الاسكالرانشيمي النسيج الكلانشيمي هو هو النسيج البرانشيمي ولكن ما بيحتويش على مسافات بيينية ما بين الخلايا ولكن المسافات البيينية دي بيتم ترصيب فيها مادة السيلولوج ومادة السيلولوج دي بتكسب الخلايا الصلابة والقوة والنسيج الاسكالرانشيمي بيكون زي النسيج الكلانشيمي ولكن بتبقى خلايا ميتة لا تحتوي على بروتوبلازم فالمثال الثالث معنا من الدعامة التركبية هو ترصيب النبات لمادة السيلولوج أو اللقنين على جدر خلايا أو أجزاء منها زي خلايا النسيج الكلانشيمي وخلايا نسيج الاسكالرانشيمي علشان يكسبها صلابة بقوة بالإضافة إلى أن موقع هذه الخلايا وأماكن توجودها وانتشارها بيدعم النبات المثال الرابع والأخير معنا هو إحاطة النبات لنفسه بطبعة من خلايا فلينية غير منفزة للماء مرصف فيها مادة السيوبرين وبالتالي تعتبر الدعامة التركبية هي دعامة دائمة لأنها بتعتمد على ترصيب بعض المواد كالسيلولوج والليجنين والسيوبرين والكيوتين على جدر الخلايا أو في أجزاء منها مما يكسبها الصلابة والقوة ويحافظ على أنسيجة النبات الداخلية ويمنع فقدان الماء من خلالها وبالتالي لما نيجي نعرف الدعامة التركبية هنقول إن هي عبارة عن دعامة دائمة بتتم بترصيب بعض المواد كالسيلولوج والليجنين والكيوتين والسيوبرين على جدر الخلايا أو في أجزاء منها لكي تتحمل خلايا النبات الخارجية مسؤولية العفاظ على أنسيجة النبات الداخلية وتمنع فقدان الماء خلالها ولما نيجي نعمل مقارنة ما بين الدعامة الفيسولوجية والدعامة التركبية هنقول إن الدعامة الفيسولوجية بتعتمد على دخول الماء بين خاصية الإسموزية إلى الفجوة العسرية لخلايا النبات ولكن في الدعامة التركبية بتعتمد على ترصيب بعض المواد الصلبة كالسيلولوز والليجنين والكيوتين والسيوبرين على جدر الخلايا أو أجزاء منها في الدعامة الفيسولوجية هنقول إن هي دعامة موقعة لأنها بتعتمد على امتلايا الخلية بالماء وعند فاقد هذا الماء تزول هذه الدعامة ولكن الدعامة التركبية هي دعامة دائمة وده لأنها بتعتمد على ترصيب بعض المواد الصلبة على جدر الخلايا وأجزاء منها مما تكسبها الصلابة وقوة وتحافظ على أنسيجة النبات الداخلية وتمنع فقدان الماء خلالها ومن الأمثلة على اكتساب الدعامة الفيسولوجية عندنا انتفاخ صمار الفاكهة المنكمشة عند وضعها في الماء لفترة وبرضو استقامة سيقان وأوراق النباتات العشبية عند رأي الطربة ومن أمثلة فقدان الدعامة الفيسولوجية هو إنكماش وضمور بعض البزور الغضة زي البسلة والفول عند ترقاعة لمدة والمثال التاني هو زبول وارتخاء سيقان وأوراق النباتات العشبية عند جفاف الطربة ومن أمثلة الدعامة التركبية قلنا ترصيب النبات لمادة الكيتين على جدر خلايا البشرة وترصيب النبات لمادة السيرولوز على جدر الخلايا الكولينشيمية وترصيب النبات لمادة الليجنين على السطح الداخلي لجدر الخلايا الكولينشيمية وترصيب النبات لمادة السيرولوبرين في الخلايا الفيلينية في الدعامة التركبية قلنا ان فيه اربع مواد بتترسب على جدر الخلايا وهم السيلولوز والنجنين والكيوتين والسيوبرين طيب دلوقتي هنعمل جدول صغير كده يسهل علينا حفظ خصائص المواد دي هنتكلم عن مكان الترصيب والنسيج اللي بيدعمه ونفذية الماء والاهمية عندنا اول مادة هي مادة السيلولوز مكان ترصيبها بيكون على جدر الخلايا من الخارج والنسيج اللي بتدعمه هو النسيج الكورنشيمي والنسيج الكورنشيمي بتكون خلايا حية والسيلولوز بيكون منفذ للماء وأهميته هو انه بيكسب جدار الخلية الكوة والمرونة تاني مادة معنا هي مادة اللجنين مكان ترصيبها بيكون على جدر الخلايا من الداخل والنسيج اللي بتدعمه هو النسيج الاسكرانشيمي وده نسيج خلايا غير حية زي الألياف والخلايا الحجرية ونفذية اللجنين للماء بيكون غير منفذ للماء وبيكسب جدار الخلية القوة والصلابة تالت مادة معنا هي مادة الكيوتين ما كانت ترسبها بيكون على سطح خلايا البشرة والنسيج اللي بتدعمه هو النسيج البرانشيمي الموجود في بشرة الساك والأوراق وده طبعا نسيج خلايا حية ونفذية الكيوتين للماء بيكون غير منفذ للماء وأهميته هو أنه بيمنع نفاذ الماء من الخلايا آخر مادة معنا هي مادة السيوبرين وده بتترسب على جدر الخلايا من الداخل والسيوبرين بيدعم خلايا الفلين وبيكون غير منفذ للماء وأهميته هو أنه بيمنع نفاذ الماء من الخلايا وفي الآخر كده هنوضح شوية ملاحظات لازم نفض بنا منها أول حاجة عندنا الدعامة الفيسولوجية أنها أنها دعامة مؤقتة وبتحصل في النسيج البرانشيمي الدعامة التركيبية هي دعامة دائمة وبتحصل في الخلايا الفلينية والخلايا الاسكرانشيمية زي العلياف والخلايا الحجرية ولكن الخلايا الكولينشيمية بيحصل فيها دعامة فيسولوجية وتركيبية في نفس الوقت الكيوتين بيشارك ما بين الدعامة التركيبية والدعامة الفيسولوجية لأنه بيترصب على جدر الخلايا البشرة فبيكسبها دعامة تركيبية وبيمنح فقد الماء خلالها فبالتالي بيحافظ على الدعامة الفيسولوجية الملحوظة اللي بعد كده وهي أن النسيج البرانشيمي بيتواجد بكسرة في أعناق الأوراق النباتية والنسيج الاسكرانشيمي بيتواجد في الغلاف الخارجي للبزور زي بزور الفول وفشلة المكسرات والبندق واللوز ده غير أنه هو بيتواجد في أنسيجة بعض الصلار زي الكميترا الملحوظة اللي بعد كده هي أن أسطح بعض الصلار زي التفاح والبرقو بتتغطى بطبقة من الكيوتين اللي بيكون مغطى بمادة شمعية وكده نبقى خلصنا درس الدعامة في النبات سواء كانت الدعامة الفيسولوجية أو الدعامة التركيبية واستنوا شرح الدرس اللي بعد كده وهو الدعامة في الإنسان ترجمة نانسي قنقر